زار أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين زار المأحد العالي لإعداد المعلمين للوقوف على سير الدراسة ومعرفة المشاكل وصعوبات التي تواجه وإيجاد الحلول اللازمة لهم تقرير سعيد أحمد حسين لدينا الرغبة الحقيقية في إتمام العام الدراسي في جميع المستويات التعليمية بالبلاد كان ذلك مضمون رسالة أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين التي حملها إلى المعهد العالي لإعداد المعلمين حيث عقد اجتماعا مصغرا مع إدارة المعهد أعطى خلاله شرحا مفصرا عن الاستراتيجية التي وضعها مع وزير التعليم العالي من أجل تذليل العقبات ومن ثم التقى بعدد من المعلمين ومدراء الأقسام بالمعهد وذلك للاستماع إليهم وطمأنتهم بخصوص المعضلات وطرق إزالتها التعليم أولا قبل كل شيء هو رسالة والتعليم العالي يمر بظروف صعبة إذا كان هناك بعض الصعوبات نحن نستمع لها نحن لن نتهاون في موضوع البحث عن حلول ومن ثم قام أمين الدولة بالتعليم العالي بزيارة بعض الأقسام والفصول ونحيطكم علما بأن هذه الزيارة ستشمل عددا لا بأس به من المؤسسات التعليمية بالبلاد منها الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات ترجمة نانسي قنقر